عندما الممثلات في الغرب تنتهي جملتهم بينتهوا حضرتك عندما تنتهي جملتك بتبدأي هيك قال لك العقاد كان شايف لك عمل أو عملين لما اجعل هو يسمع عني بمصر نعم لأنه كان تارك سوريا من لما أخذ باكالوريا يمكن بالخمسة وخمسين أو شي وراح على أمريكا ولما قرر رأى على مصر لأنه النجوم المشهورين بمصر وبمصر سمع عني من يلي بيهتموا بالمسرح يعني يلي إجوا حضرونا مهرجان دمشق المسرحي وشافوني بالمسرح بأعمال بالفصحة وملكة وإلى آخرين فقالولوا عني وما صدق فلما إجا على النقابة وأنا دقوا لي تليفونه وقالوا لي في مخرج سينمائي جاي من هوليود ليشوفي ما صدقت لو قالوا لي مثلا مسرحي بجوز تليفزيوني بجوز بس سينمائي لا لا لأنه أنا كنت من تسعة وستين مقررة قطعت السينما قطع خاص فرحت بس يعني رحت فضول بس ماني مصدقة أعادوا مرحب فيني ووقف لما دخلت وقالوا لي قالوا لي عنيك سامرة وطويلة بلاي شايفك شأرات لمشوا يشغلوني بالسينما يعني أنا ما صدقت أبدا إنه هو إلا لما أعطاني الألبومات الصهار فيها كان أجانب مصورين باللبس العربي وكان فيها ممثلات وممثلين من مصر مصورين باللبس العربي وقال لي بدي يزين صورتك معه كمان فكرته عمية مصر لأنه هو العقاد عنده ابتسامة يمكن من طريقة البايبي اللي دايما بعت فيه إلا ابتسامة فيها شوي من السخرية ما بعف ليش أنا حسيت إنه في شي يعني فقال له هاني الروماني الله يطول عمره والإستاذ شاكيب غنام الله يرحمه مخرج الاتنين أخدوه على التليفزيون وقبل تصور قبل يروح على التليفزيون من نقابة الفناني بشارع بغداد إلى التليفزيون مشان يشوف عملين إلي باللغة العربية الفصحى واحدة أميرة فارسية وواحدة سعدة بنت الزيناتي خليفة اتنين بالفصحى واتنين أنا من العوائل الأورستقراط العربيات والفارسيات راح ورجع لما رجع ملقت الإبتسامة السخرية بوشه طلع فيني وقال لي لازم تتصوري وما لح حط الصورة هون بالألبوم لح حطة هون هاد اللي خلاني يعني أولا أقبل إني أتصور وما في لبس حطيت كان حطة فولار أبيض ورفقتي فوق بالنقابة بالروف وعطت لي كنزة سودا حطيتها وحطيت العصبة البيضة وشوية كحلة لأنني ما بحط مكياجوة لما ما بيكون في عندي شغل وصورني يعني ما في أبدا أي تحضير لأنني أنا أتصور وقال لي من جملة الحديث قال لي أنا شفت ممثلات وممثلين أجانب بينتهوا لما بتخلص الجملة أنت بتبدي ولغة الصمت عندك وحتى كاتبة يعني بكذا هذا لغة الصمت عندك شغلة عظيمة يعني شغلة مهمة كتير وأنا حسنتك بفخر يعني لما قال لي لما قال لي وعطاني كرت وقال لي بس روح على المغرب لأن كدي أعرض مسرحية حانا الاستسلام أيها الإسرائيلي بمهرجان المغرب وعطاني كرت أنه إذا وصلوا تتعربات روح على مراكش وعلى هذا وعطيهم كرت منه مشان شوف المدينة اللي عم يبنوها مشان تصوير فيلم الرسالة وصلت وأخدونا ومنعونا نفوت كهذا يعني كمشتركين بعروض مسرحية يعني كفنانين ما خلونا لأنه ما كانوا جايبين من وزارة ثقافي عندهم بالمغرب مشان يدخلونا أنا ما طلعت الكرت لأني حسيت أنه يمكن ما ياخدني وخصوصا أنه بالطيارة يا ما بعرف يا ما جبت المجلة معي بالطيارة كان كاتب السيداني ضال أشقر وسهيل بابلي ومونى واصف يتنافسنا على دور هند فأنا ضبيتها بالحوادث كان وقت بتذكرة تمام ضبيت المجلة وخليتها معي اكتشفت قبل فترة أنه لست محافظة محافظة عليها فما ما طلعت الكرت لأنه قلت لا راح لما دأولي تليفون وقالوا لي وقلت قالوا وقالوا لي ميسيس جيل ميران سبيكينج ما حدا بينا ديني جيل ميران يعني أنا مونى واصف معروفة على اسم والدي تاني ما ما في يعني حدا قلت الله ييس واعدت حكيت معي إنه بدنا ياكي وكذا ومدرشو تعي على بيروت في بناية الأمير ساعة أربع مشان تعملي العقد وتاخدي السيناريو كذا أنا سكرت التليفون وفصلت أقرص حالي وعيط عرفت يعني مثل الأفلام يعني طبعا طبعا هاي لأنا فرصة الدهبين يا هاي فرصة الدهبين